موسيقى لميا طفلة في الثلاث عشر من عمرها مصابة بمتلازمة داون أو ما يعرف بتريزوميا واحد وعشرين استغل شخص يبلغ من العمر تلاثين واربعين سنة ضحف قدراتها الذهنية واعتدى عليها جنسيا وقد خلقتها نفسي عندي بنتي منغوليان كما يقولون أدتها معايا كانت أحبتها معايا أدتها خلاص كمننا نقع الخدمات التي تأخذ وقوم رايحين حتى تفكرت كيف نحيط هاي تفكرت بالنسيت الفيستات عند الموال في قائد العساس والأغير صعبة باش نعود نعني نتفكر لك جاوش كيل فتحت الباب هذيك تاع البيتة هذيك نلقاها نلقى القشتها بنتي في اللط وهي كانت يعني كالها بقى كنحال هذا وهي جهة الحادثة وقعت في مدرسة الحية التي تعمل بها أم الضحية لم ياء وهنا الطامة الكبرى في آب البشرية تتربس بالبراءة حتى داخل المدارس وفاتت واحدة سنانة والسيد ما زالوا في برسطه ما كان لا بوليس جات عندي ما كان لا طبيبة جات شافت بنتي لا كان لا سرتيفيكا ما كانوا له كيحبر بيك شف يعني الظالم اكتشفوا بعد مدى هذيك تبين انه هذك السيد موان في دير هاد الشي لعن البنات تعلم سيد حتى مع الدلالي تعلم سيد الحديث عن حالة الاعتداء على الأطفال تبقى في المنطقة المحرمة فكثيرة هي العائلات التي التقيناها خلال قيامنا بهذا التحقيق فضلت السكوت على الجريمة بداع الفضيحة والعار مجسدة بذلك منطق الصمت الذي تفرضه التقاليد والأعراف على مجتمع يجرم الضحية ويذبئ المجرم العادات والتقاليد والأطر الثقافية للمجتمع الجزائري تجعل الكلام عن الفضيحة حتى لو كان من تعرض إلى هذا الفعل يعني هو ضحية لكن الخوف من نظرة المجتمع من كلام الجيران يعني من كلام الوحيطين يجعل الضحية يخفي ما تعرض إليه وبالتالي هذا يعني أدي إلى تزايد وتفاقم هذه الظواهر من تحرش جيمسين الاختصاب إلى أخير